موسيقى 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 وهذا يدلنا على أن العهدين يكملان بعضهما بعضا ولكن هناك ميزة لأنه في عهد قديم اسمه قديم وعهد جديد اسمه جديد من نعيش فيه أما العهد القديم فكما قال رسول بولوس أكرر فيه من الدروس السلبية ما يجعلنا نمتنع عن إعادة ارتكابها مثل خطايا داود وخطايا بعض الناس يلي كانوا أذنبوا هذا يعلمنا أنه ما نعمل مثلهم والناس يلي كانوا قدوة مثل مثلا دانيال أو يوسف شخصية مباركة نتعلم من حياتها وأمانتها للرب ونأتي دائما إلى المسيح ما يمر من خلاله نقبله خذ مثلا عندما يعقوب ويحنى تلميذى يسوع كانوا جايين من الجليل إلى أوروشلي يسوع وتلميذى أهل السامرة كانوا معاندين قالوا لا تمروا لا تمرون في حدودنا وفي بلادنا اضطر يسوع وتلميذى يعملوا مسافة يمكن يومين مشي زيادة ليوصلوا إلى أوروشلي وهذا ما أثار حنق يعقوب ويحنى كان اسمه ابن الرعا قالولو للرب يسوع أأذن لنا أن نأتي بنار من السماء وننزلها على رؤوس أهل السامرة ونبيدهم كما فعل إلي كما فعل إلي ماذا أجاب يسوع قال لستما تعلمان من أي روح أنتم لأن ابن الإنسان أي يسوع جاء لكي يخلص أنفس الناس لا لكي يهلكها موسيقى موسيقى موسيقى